موسيقى 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 ايها البيضان نتقدي حبيبان اجري مع الفرسان روف على نرايا رس الفرح الصحبة تحروا مع المرح يا حبابنا انساء الإقاف أحيا بنا روح الفرح روح المرح كثير من الناس تدمعوا عيونهم شوقا من زيارة الله يخليك رب العلمين صلي على روز الله أمانة عليك مناسبة هذا المنظرة الجميل اسمح لي افتتح هذا الفقرة مابين لو سمحت فالإعداد جنو أقدم الحلقة أنا تمام مختلف ناش لكن يا أخي أنا مستغربة أنت الدي ثانية هنا العيش يعني ضيف معك بس الجمس أكل أخي المايك خليني أشارك بس أنا أعجبني النظر يا أخي طير أقدم الحلقة وبعدها نشارك معي أشفيها يعني لو أنا افتتحت اللقاء هذا خليني أنا أقدم ونو تقدم بسيط يا أخي من أول الحلقات معك لا هذا الحين ولا خليتني أفتتح الحلقة خليني أفتتح الحلقة خليني مرة واحدة أنا أبدأ لك أنا أبدأ لك فالإعداد البرنامج برنامجي يا نبيل الله يرضى عليك البرنامج برنامج 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 أيه تمام يا خالد؟ نعم يخرج بسم الله الرحمن الرحيم والمشاهدون الكرام ها نحن معكم نحط حالنا في هذا المكان والذي يبعد عن منطقة حوف التي تمعد بالتحديد 65 كم نحن الآن على مشارف الدخول إليها ولكن أحببنا أن نقل في هذا المكان لنفتتح هذه الفقرة والذي سيكون معنا ألذان مشاهدين تابعونا محمية حوف حوف الجمال والروعة والجبل والبحر والوديان والخضرة الآسرة تقع في محافظة المهرة بمحاذاة الحدود العمانية تكتسي مرتفعات حوف الجبلية بغطاء أخضر وجميل وبتناسق طبيعي بديع حيث يتدرج إلى أعلى مرتفعاتها التي تقدر بحوالي 1400 متر عن سطح البحر يتوجها الضباب من منتصف يوليو وحتى منتصف سبتمبر وتعد محمية حوف الطبيعية من أكبر الغابات في شبه الجزيرة العربية قالبها الطبيعي وجمالها الآسر دفع الحكومة إلى إعلانها محمية طبيعية في أغسطس من العام 2005 تكتسي المدينة سنوياً هذه الحلة الربانية من الجمال فيأمها الآلاف من الزوار من داخل اليمن ومن خارجها ليستمكعوا بجمال منظرها البديع والاستنشاق هوائها النقي فهي لم تتلوث بتكنولوجيا العصر بل بقيت تماماً كما خلقها البارئ عز وجل أعزائي المشاهدين بعدما استمعنا وشاهدنا هذا التقرير الجميل والرائع عن محمية حوف هذا الجمال الرباني البديع سؤالنا لكم أيها المشاهدين الكلام خلف الشاشة سؤال بسيط متى أعلنت حوف محمية طبيعية في أي عام؟ لا تذهبوا بعيداً الإجابة موجودة في التقرير الذي كان قبل قليل راجعوا وركزوا فيه الإجابة موجودة فيه لهذا ننتظر إجاباتكم ومشاركاتكم على الشريط الموجود أسفل الشاشة من الآن من هذه اللحظة إلى يوم غد الساعة الثالثة عصراً نتمنى لكم حسن المتابعة ومع الأستاذ خالد الجبري حياكم الله عز وجل المشاهدين إن شاء الله حلقة جميلة ورائعة ستسعدون بهذه الفقرات الجميلة والرائعة تابعونا ولا تذهبوا بعيداً أعزاء المشاهدين وصلنا إلى فقرات معلومة وجائزة أخي نبيل نبيل لكن أحولها داخل أحولها داخل أيها الله معلومة عليك والجائزة علي طيب الجائزة ربعين ألف حاضر وكلمتني أنني جهز السؤال جهز السؤال وحضرت سؤال انتظر تابعي سؤال لا لن يفقه ولن يجيب عليه إلا الأذكياء للأمانة سؤال يقول من هي أم عويل؟ هذا الاسم عربي عربي بشكل عام لن يعرفه إلا الأذكياء فأتمنى ما هي عدلي؟ من هي؟ أم عويل ليش السؤال هذا؟ ما عليك وفي حوف وفي حوف أذكياء أهل حوف في سؤال أتمنى أنك تجاوب علي إن شاء الله ما فيش فيه تلميح ولا فيه أي شيء سؤال تجاوب على قد السؤال والسؤال يقول السؤال يقول من هي؟ أم عويل؟ السؤال هذا داخل بالتاريخ ولا يا خارج؟ جاوبني على قد السؤال هل تعرف من هي؟ أم عويل؟ والله للأسف ما تعرف ركز إيش ركز؟ ابني لنفسك ابني لنفسك خيارات ربما ربما توصل السؤال عريب أصلا أنت تقول لي ما هو داخل بالتاريخ من هي؟ أم عويل؟ لا صحيح قال لي كان قبلك يقرب لك؟ أبدا؟ طيب مخمخ فكر من هي أم عويل؟ أم عويل؟ أم عويل؟ طيب نتعرف على اسمك الكريم أولا عيسى عبد الله ناشري من أين؟ من أب؟ من أب ونعم ونعم به الأب حبايب قلبي طيب السؤال يقول سيدي الكريم من هي؟ ركز معي مخمخ حرك عقلك من هي؟ من هي؟ أم عويل؟ أم عويل؟ من المشعة؟ من المشعة؟ من أين أخرجت؟ من أين أخرجت؟ ما لا قلت لك؟ أم عويل لا أفكر من هي أم عويل؟ حرك عقلك قد سمعت بها من قبل؟ تاريخيا أو في اليمن؟ اللفظ عربي اللفظ عربي أطلق على كائن من كان فسميت بهذا الاسم أو سميت بهذا الاسم من هي أم عويل؟ أم عويل يعني ندخل عيال معها المشاهدين الكرام يبدو بأننا لن نجد الإجابة عند الأخ ولكن ننتقل إلى الأستاذ خالد الجبري يفرع علي من هذا تشتي حاجة؟ السلام عليكم البحر وراك سير سير أستاذ وقصد الله وطلب الله بذل الجلسة هنا أخي نبيل هو معين ودالي السؤال هذا هو تحدى قال ما يجاوب عليه إلا اللي هو يعني مركز مركزوا على شاء الله تفضلوا حيني قدام الخبير من هي؟ أم عويل مركزوا أم عويل أم عويل؟ أيوة ما هي؟ ما تحدى وهم يجاوبوا شفت أم عويل ما الذي يجاوب له أنه؟ هو هو رسول والله؟ هو أنباء؟ ولا رسول ولا؟ ها؟ أم الفارس والله؟ أم عويل كتن؟ أم عويل نغزه هو؟ قصد ها؟ أهم ها؟ ثم لا تخيل له أيضاً أيهاً لا تخيل له أيضاً ما اسمك؟ إسميه آمنة يا رب ألقى الإجابة عندك أم أم أمنة آه من هي أم عويل؟ أم عويل هذا هو مسمية لشي في العالم ما هو؟ ما هو أم عويل؟ الكلب كرّبتي كرّبتي يا رب ألقى الإجابة عندك عيف راح قلبي أم عويل من هي؟ ليس الكلب مشابهة للكلب شيء يشبه هو من فصلتها الحيوانتها يشبه أيها ما هو؟ تعلم تعلم أعزائي المشاهدين طبعاً بنا دعي من قلبي من أول ما تحرك لها سبحان الله هذا الحج مبروك عدم مش على الدنيا ماتت الله يرحمها الله يرحمها ويبرد على أعظامها الله يرحمهم ما معي حاج ما معي لا أرحم الرائم المشاهدين الكرام طبعاً كلكم مش عارفين أشياء الذي حصل الآن الإجابة وجدناها عند هذا الأمة العزيزة أمي آمنة وخالد طبعاً للآن مندهش ما هوش ما هوش متوقع أن الإجابة هي الثعلب الإجابة صحية هي أم آآ آآ هي زوجة الثعلب أمثة الثعلب هي أم عويل ينطق عليها بهذا الإسم لشدة صياحها لكثرة صياحها أو صوتها العالي عندما تستدعي آآ من يقاتل معها بهذا المعنى وجدنا هذا الإجابة هذا الإجابة يا خالد من عيه؟ أم عوي شوف لا تمدي أدك ولا تزعل أم عوي أم عوي ليه؟ أم جمعة؟ أم جمعة هذه طبعينتي الطبعينة جمعة طبعينة زنبقى حسنا truth أبن المستشفى الله يحفظكم أم عوي أم رعطني ويجبركم ويحفظكم بحق هذه الجمعة آمين يا رب الله يحفظه ويبارك فيه يا إزتيش أربعين ألف ريال الله يحفظكم ربك يا الله يعرضكم الله أحفظكم الله أمين يا رب أعزائي مشاهدين وصلنا إلى ثقرة بريدة الحظ وكما عودناكم هناك بتقع تصفيات أولية بين ثلاثة أشخاص عسنان ينتقل معنا إلى المرحلة الثانية وهي بريدة الحظ الأستاذ نبيل معه ثلاثة الكروت اللي فيها التصفيات تفضل يا أستاذ نبيل لتكتمل الصورة لدينا ثلاثة ظروف في الكرتة الأول كرتة أحمر فيه مبلغ بسيط الكرتة الثانية أيضا كرتة أحمر في الظرفة الثانية كرتة أحمر فيه مبلغ بسيط أما الكرتة الثالث وهو الذي من خلاله سننتقل إلى الصندوق والجوائزة الخبيرة للصندوق وليس للبحر لا للصندوق ولازم تركز على بريدة الحظ لا لازم تركز على النقطة وهي إن الحظ ما هو الحظ السعيد الحظ ربما يكون عليك وربما لك فلهذا نشتي حماسكم في هذه الفقرة مستعدين بسم الله نخذ هذا الأسمع الأسمع طي الفضل سالم سالم حمز سعد بالحاف هياك سالم حمز سعد بالحاف سالم حمز سعد بالحاف أين؟ سالم سلام محمز سعد بالحاف سالم كرق يطفضل ماشاء الله الحمد لله سالم حمز بالحاف در using من منطقة الفإدوية جلح نخوف نتعاد اختار صوت بسم الله كلјان الخ不دم تفتح أي كرت سلام ممنوع تفتح أي كرت خالد نحن هم pretty descriptions لا تفتح لا تفتح لا تفتح هذا لا تفتح أمورك طائبة لبدأ بهذا بسم الله طلع لك مبلغ خمسة ألف مبروك عليك الجائزة وطلع لك كرت أحمر أنا بتتابع مباريات تعرف الكرت أحمر يشوف برّع الكرت أحمر يشوف برّع برّع بس قلوب أنا معك حبيب قلبي الله يفتعل برّع الكرت أحمر يشوف بسم الله مالك حزين اتفاعل ايوه ايوه بسم الله ايش فيه ارجع كده ايوه ايوه بسم الله أفضرهم بس بس مالك بترتاج ايش ايش بشر بشر ايش هذا ايش هذا ايش هاة ايش يش كرت أحمر ايش مالك حزين ايش مالك حزين المشاهد الكريف يتم طرد اللعبة الثانية متسابقة الثانية انتقل إلى آخر واحد والمعروف أنه تضل حالا ورّنا ما في جوبتك فالله اني معي كرت استمرار ما الفور ما اللعب العيال الفور أنفاوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ننطلق يا أستاذ نبيل استمرار الحظ استمرار الحظ الحظ هاي الحظ هكذا أستاذ خالد وصلنا إلى هذه الفقرة والتي أنا أحبها في برنامجك هذا الرائع سعيد جداً أنني ضيف معك مع الأستاذ الكريم سالم سالم نعم أنت الآن في بريد الحظ أنا في بريد الحظ إن شاء الله الفائز قدامك ستة وثلاثين صندوق أيوة الشرق الوحيد فقط تفتح خمسة صناديق من الستة وثلاثين أيوة الخمسة الصناديق هذه حظك فيهن إما فلوس وإما كروت لك أو عليك وإما عقار معك أو ضدك وإما عقار معك أو ضدك جاهد؟ توكلت على الله لحظة أكد لي أنك موافق على العقوبة أي عقوبة ممكن تطلع منك معك مشاهدين موجودين في المرمجة أمن أهلك ومن أصحابك ربما يتشوفوا فيك ويضحكوا عليك وربما أسمعت فقرمنا الآن هتسمر معنا مهما كانت العقوبة على الحظ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رقم كام؟ رقم لحظة قل لي أنا وأنا أفتح لك رقم أربعة أربعة يا بسم الله يا الله مالله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم متوضيع هذه فكلنا على الله بسم الله بسم الله افتح افتح بسم الله اه، كنا سعيد الحظ كلنا سعيدين الحظ الحظ مح ضرين å Government اه مشكينو مشكينوِ كارت حياوه ما او طعemat ووه علا كارتة هاررر ماة يو طعام اررر ايشاي كارتة حمر يعني يخرج يخرج والله حظي ب Metallica يخرج لاحظة ها لحظة لحظة يخرج بس تختار واحد بدلك حلو 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 ما بيه اللي أحمرت أنا دار من شكلة أنا ما أشوف سنو حمر من شكلة ببين وحمر والله الله أنا عمشي أحمر والله أسفو ياسن عليك ياسن عليك ياسن عليك والسمراء زينة وقلبها بيض أي والله وقلبك بيض ما يريد الحظ ما أجيبك صيد عن الحظ اطلعت لك الهاجس الآن أيوة زي سوالح مع سورة القروب أي الهاجس اللي ما يوطي شراعها صغر الحماثة الخنمر أي فلق ماذي بلحن أقول يا سعيد الحظ ماني بمحظوظ محظوظ طلعت علي والمفايز فيوز فيوز والحظ قاني بالكرت الأحمر والله معي ويمسك لي على الصوبة وتوكل على الله والله معاهم توكلين محظوظ 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 أنا عدا خالف شروط البرنامج شوية اسمحوا لي المخرج اسمح لي هذا أفتح لك صندوق أفتح لك صندوق مني 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 وكأنه بمن علي يعني كان أنا جيت هكذا عندك زينة ومني واحد ومني صندوق ومني صندوق أينكم طيبين أينكم طيبين أينكم حيات إذا نواصل نواصل عزام جديد نرجع نرجع أبو أنا أشتيه صندوق اللي ضح أختار صندوق أبري يرجع أربعة بين صحوك أرجع ما عاد أشتيه يلا افتح شطا أه 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 أربعة في أربعة ثمانتاش أربعة في أربعة في ثمانتاش حتى كشيش هذا أو لاشه أربعة في أربعة كم بستةاش بستةاش يلا أربعة في أربعة بستةاش آما أنا كان قتلك فتحت البطن أشوف أركز أنكس أرافتح فتح فتح آه بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحيم ساعدك فيها فالفلوس فالفلوس بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يلا 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 واحد ضاء 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 ضيف يدي هذا العجب مهاري 10 13 14 29 حالة بالعيا نهاية الفقرة الآن الأخ سالم حصل على عشرين يا أستاذ الصندوق حقي وين هو ما أختاره حتى ما أختاره ما عليك أمورك طيبة الرجل الشي طحيس أكملي لا عليك لا الله فأنا قلت لك جبت لك حقك فأنا قلت لك من يجبت لك الله منك كفل هتحقي على جمع لا لا ما أمورك طيبة الشاس حقي يا أمورك طيبة الشاس حقي زمكة ما عليك أمورك طيبة يلا اختار صندوق لحظة لاحظة لاحظة رقم كم أنا أنصحك أنصحك مني أنا أنصحك أي وحك اختار أربعة اختار لك والله من للذلك هو القراءة كم 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 لا 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 أجلس قليا لا أنا بفكح لا لا 36 أنت أخبر. 36 أو 30؟ 36 على بركة الله رقم 60 36 بسم الله عقاب 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 حاسس إنا عقاب حاسس بسم الله بسم الله أنت بيطلع لك كرت أحمر وبعد رينة أو يطلع لك كرت رجي على الفلوس حاضر عبركم طيبا إيش 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 قلوا لي بقوا عشانك بالله يا مينا أنت حمي أنا عادحة هاجة أنا عادحة هاجة أنا لك أنت بسم الله الرحباء أنا الرحب أنا كيف كانت نيتك إخد؟ والله نيتك طيبة اتفقنا أنا وأنت على الله على الموضوع كامر تأيب كامر كامر والله مع الدرين وطاق، فريط، لعفاين، طربوط، خبوة، يتي، ديباين، سبنيد، سيدة دريد كم معا كلام؟ 30 30 مبارك عليك الجائزة أنا الجائزة أنت في فجرة اسمها عمرتك معنا وعلينا من وإلى تشارك معنا؟ إن شاء الله ربنا يوفق قل إن شاء الله إن شاء الله قلنا الله يسهل ثلاث خطوات إلى مكة إذا تعديت الثلاث الخطوات أسلم لك الإحرام وتوكل بيت الله إن شاء الله كل شيء بتقدير من الله سبحانه وتعالى كل شيء الخطوة الأولى قد اعتمرت من قبل؟ زمان اعتمرت زمان قبل حوالي 15 عشرة سنة كبير أشوف من شروط المسابقة عندنا أنه واحد ما قد اعتمر أبداً لا لا قبل عشرية سنة تعليم قبل عشرية سنة تعليم قبل عشرية سنة قد اعتمرت من قبل؟ قبل سنتين قبل سنتين حجيت وأمرت حجيت وأمرت تقبل الله برنامج رحلة تابعت؟ نعم تابعت أكثر من مرة ما شاء الله برنامج ما شاء الله ما يحتاج الله يحظاك يبارك وأنت مرعش البرنامج اسم الله عليك الله أعظاك وهذا أول شرط حلو يا ثابت الله يثبتك لو ما تثبت العمرة أمين إن شاء الله الخطوة الثانية جوازك موجود؟ جوازي موجود مجدد جاهد؟ جواز موجود لكنه تجديد فقط تجديد شوية لا تجديد ضروري يكون جواز ساري المفهول نحن في فقرة عمرتك معنا وعلينا إن شاء الله بإذن الله تعالى وعلى حسابنا إن شاء الله ثلاث خطوات إلى مكة إن شاء الله إذا أجتزت هذه الخطوات الثلاث تتوكل على الله مكة إن شاء الله بإذن الله قل إن شاء الله سيد نبيل أول خطوة هي ثلاث شروط هي ثلاث شروط أو خطوات الشرط الأول الشرط الأول أتمنى أن تركز عليه وهو هل قد اعتمرت من قبل؟ لا حلو حلو الأخي أكد لنا أنه لم يعتمر من قبل طيب الشرط الثاني هذا الشرط الأول هذا الشرط الأول طيب ما قد اعتمرت ما قد اعتمرت الشرط الثاني الشرط الثاني وهو الشرط الثاني وهو هل تمتلك جواز؟ تمتلك جواز نعم في شي بسيط جنب الجواز لازم نعرفه هل جوازك مجدد؟ جواز جيد نعم يا سلام حلو حلو اجتزنا خطوتين إلى الآن وإن شاء الله أني تكتب من نصيبك وتوصل إلى الآن نخذ الإحرام؟ هذا الإحرام هذا الإحرام لا تتحمس ولا تأمل وهذا كل شيء نصيب يعني نصيبنا الله عز وجل نتمنى أنه لك طيب الشرط الثالث نتمنى أنك تشتازه وهو سؤال نتمنى الإجابة عليه السؤال يقول السؤال يقول من هم وفد الله؟ من هم وفد الله؟ وما هي جائزتهم؟ وفد الله هم حجات هل؟ يشملهم المتبري أيضا؟ هم حجات وجائزتهم من يعطيهم الله؟ سألوه الله أكبر يعطيهم الله؟ ما سألوه ما سألوه ما سألوه الله ويعطيهم ما؟ ويعطيهم ما أنفقه أحسن الإجابة صحيحة يا خالد وانا لحظة نحظة نشوف 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 هاي عمرة عمرة إلى مكة المكرمة ثم زيارة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله الله وسلم من هم وفض الله؟ وفض الله ومحجاج بيتهم وما هي جائزتهم؟ جائزتهم من يعطيهم ما سألوه أيوة؟ ويخلفوا ما أنفقه ويخلف عليهم ما أنفقه يخلف عليهم ما أنفقه يا سلام تعرف تلبيه؟ ما تلبيك الله ما تلبيك الله أربع صوتك أنا أشتي تلبية جماعية تعرف تلبوا؟ تلبية جماعية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمدة والنعمة لك والملك لا شريك لك ببروك عليك عمرة إلى بيت الله الحرام دعنا معكم دعنا معكم أين تصلي ذلحي؟ الله وإيمو ما إحد قد تصليه يمون لاذا لحين نتعين منهم ألو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك غضب ما هو ذا أعوذ بالله اليوم بل الحلاقة ذا هي حج حمود ما عندك شاء الحج حمود قلت لك هالحج حمود كرهبة اضحك يضحك يا زنبك واش ذكرش فيني ذا لحين يا باني وبالله يقلعك يا جعفر ما اللي كيتناسب اللي ذا المربحوا لا أصلا كيف حالك هويش انت بخير أنا بخير بس انت منتش بخيرها مقلوبة ما صلح التلفون يا حوال يا هبل ايه اقلب التلفون جاوس هبل من يوم عرفتك حج حمود ما شتيكي ولدي جعفر مدري ما الأمة يعني يعني مركز عليك يعني مركز عليكم يعني بصراحة انت معك تسع بنات ما شاء الله ما شاء الله تبارك ما شاء الله ما شاء الله انت متزوج كرتن مناديل يعني تسحب الأول والثانية بعدها حدش يربي تسع بنات انت مجنون انو انت عايشة لهذا الحين قد مطي اربع مرات يا أصلا عليك اضاء اكتبي الخبر اشتيكي جعفر جعفر ما له جعفر اشتي قالي شاء واحدة من بناتك والأياذ بالله اعوذ بالله مني لماذا؟ قرام ما ازوج ليك الرابح لا ما عاد ازوجش فادوبك على ولدي جعفر شيخ شباب قرية شيخ شباب انا قلت لأبهو قلت لأمالك لا تماعلك من بناتك الرجال ده المدبر كلهن العجمة الواحدة فيهن تشبه يوم السبت ويوم العطلة يوم اللذين اسمعي يا زمبكة انا قد اتخسر ليش من الكلام من الاخر ايش انا ما عاد ازوجش بناتي ولا واحدة من بناتي ابن الشجعفر هكذا كلمك الطاب انتي قهرتي لي يا زمبكة قهرتي عمري قهرتي حياتي انا اليوم جا جيت استقضي شوفوا ذا اللي جا يدلع فارح ببناتها المصدمات المطعنات المطلقات المشردات دولة انا قل لجعفر صدق المثل اللي قال يو الله صدق المثل اللي قال القرد في عين جدة امك غزال مع سلامك شيطانك عز المشاهدين مثلا اليوم القرد في عين امك غزال تابعونا انا اتوقع هذا هذا شكله ضابح وحراف ولمعه ريال ان شاء الله يكتب الله عجري يا اخي يكتب الله عجري يكتب الله الرزق السلام عليكم كيف حالك كيف امورك احنا بتاني يا نبي لاحظة يا خالد اطلع اطلع ما تقديري لاحظة 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 تنايل استحسانك وهو تتفاعل معنا الفقرة هذة نتمنى انك تتفاعل معنا فيها انت مستعد لا لا مستعد انا متأكد اول مرة تظهر في تلفزين ايوه اول مرة ما فيش توتر ما فيش خوف طيب الأستاذ خالد موجود معنا سيشرح لك هذه الفقرة واتمنى انك تركز تحتاج تركيز علشان انا اتمنى ان الله يكتب لك فضل اول نتعرف عليك هم مكمون احمد محسن يا حياء اياك الله منهم ها ان شاء الله منهم ها احياك الله طبعا الأخ نبيل يشرح لك الآن تمثيل صامت مثل معروف عندكم هنا معروف يعني هم مثل معروف شائع تماما بيمثلك بالصامت اذا عرفت المثل عشرين الف هذه لجيبك وثلاثين الف مرحلة ثانية برجع اشرح لك استاذ ربيل ابدأ اشرح له لماذا لا ننزل عشان تشرح للصح طيب اشرح للتمثيل ايوه يا خالدنا اللي من التمثيل سنين قد قدها و قدود بسم الله بسم الله جاهز جاهز مركز يلا خليكم ركز معي ركز معي على مثال الشعبية معروفة على مثال الشعبية في اليمن معروفة اي حركة اسويها معك الآن حاول تتذكر مثل قريب من هذا الحركة ومن هذا الشكل الذي سارسمه لك الآن جاهز 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 مركز تعاكد اي بسم الله زنبغا لا لا هذا حركة ايش بدأ دنسيت ايه هنا ها أيها لا ك ones هدا ها Kerry اي وح اي اي وح اي كاميرا كاميرا نظرك خرق عيني برا عين أيوة عين أيوة أيوة حلو أنا برقع برقع كيف أشرح لها هذا أشرح لها الأخير الحياة والأخي طيب ما معك لها الحركة طيب أه قزال أيوة حبيبي يا سلام عليك يا سلام عليك قلتني اسمك غزال اسمك غزال اسمك أحمد محس أحمد ها عرفت المثل هل أنا أدالك يعني قرب لك على المفرض أنك تعرف المثل على طريق يعني القرد مع القرد أيش مع القرد أيش مع القرد دوضة وتوحشاتي إيه مثل ترف المثل يقول لك المثل يقول كذا 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 انذكرتنا أول شي أيش القرد حبيبي أيوة القرد أيش مالة الهفة لا قال لا قال خرجت عينا برا لا خرجت روحي وأنا أشرح لك من أول القرد فيه القرد فيه مش فيه يا روب لا ها قتقربت لك زيادة ساعتك للأمانة والله نساعتك القرد فيه 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 شجرة مع القرد لا مثل بسيط ومعروف ومشهور جدا في اليمن القرد فيه عين فيه عين المزلوين أحمد شكرا لك والله قد قربنا لك قوي جدا نشوف واحد ثاني شكرا لك شكرا لك الآن أشرح لك تمثيل صامت أشرح لك الحركات أن تعرف لي أيش الحركات التي أسويها وهات المثل عليها جاهز؟ جاهز بسم الله أبدأ معي بسم الله ماذا هذا؟ هذا كتب ماذا كتب؟ كلب ولا كلب قلت قلت اح itu لا أكل الموج ليه لا ايلا الله لا ايلا الله محنس الله صلى الله عليه وسلم لا ارم لا لا هذي اهلا هذي بودينة طويلة عرفة 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 ايه يا اكل موز اكل عرفته مش هرة الا التاني هذك القرد القرد هذي الكلمة الاولى هذي بيعشرك عايشو ايه 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 ممتاز 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 مره مره ايوه مره بس مره مره ايوه ايوه المره مهي اخت ولا ام ولا ماهي ام ام أم تمام أفعل ما هو? ده جريده الأول أي قريب الوع قريب الوع قريب الوع جميل هكذا يا لا ناشى tema أت responsabil وعل 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 كوله سعر طبي طبي جنب الضبي جنب الضبي جنب الضبي يبدأ بحرف الغار غين غالب غالب مش غالب هو منه بس عيش في البراري عيش في البر ذكرتنا اثنين ضبي ووعل ايش فيه واحد جنبه واحد رشيق هكذا واحد رشيق يتكفز ويقهر الفهود والنمور لا الاسد يلحق هذا ذكرتنا ضبي وعل انا ارى ان الاجابة نكتفي بها وانا ارى انه انه يبدأ بحرف الغين عزار حبيب قلبي ايوه ايوه يا حج منوقك ايوه 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 اه اتعبتني انا افدارك اتعبتني يا حج ايوه في مثل قريب من هذا الكل اللي سوينا الدوشة هذي كلها فما هو هذا المثل انذكرت القرد القرد ايوه في مثل في مثل ايش مثل معروف القرد ايوه اقول النمر لا مثل انت حفظ المثال حتلي مثل قريب من هذا الكلمة القرد ايش القرد في في الصحة لا بيقولك القرد في كذا غزار القرد في 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 عين في عين القرد في عين امه ايش والله اني حبيت الشيبه والله العالم وانا ارى ان احنا نديلها الاجابة كاملة ونساعد فيها لانه استحق لانه احنا حرقنا في الشمس وخلينا ينتظر هذا الوقت خدمة محبة تنفيك بارس انك محبة تنفيك الله يديلك العافية القرد في عين امه غزار هذا مثل معروف في عين امه غزار ايوه هذا هو المثل صح قلت سمعت بالمثل هذا من قبل القرد في عين امه غزار طيب شكرا حلو حلو الان الدنيا الجائزة نبيل الان معه الان هذه خمسين الف معك منها عشرين الف اعطيه عشرين الف بسم الله عشرون الف ريال عشرون الف ريال الكمل له هذي في جيبك تراحبك باقي معك ثلاثين الف لا الان باتنطلق معنا تمثل نفس المثل اللي يمثله نبيه للناس اذا عرف واحد تكسموا الجائزة نصر انا وانبيه اه انا وانبيه انا وانبيه انا وانبيه طبعا اعزائي المشاهدين مستمرين معكم مع ابو قاسم والاخ نبيل طبعا شرح لابو قاسم فاز بعشرين الف ريال باقي ثلاثين الف صح يا نبيل ايوه معنا الآن الثلاثة الاشخاص ابو قاسم الان بيمثل نفس تمثيلك للاشخاص الثلاثة فهمتش الموضوع فهمتش الموضوع يعني با تسوي نفساً اللي سويتها معاك هناك؟ جاهز؟ 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 إذا المشاهدون الكلام نترككم الآن مع هذه اللحظة ومع هذه الفقرة ومع الممثل الخبير الشيبة الوالد ابو قاسم تفضل ركزوا معه ركزوا معه صوت صوت مثل نفس ما مثل نبيل كيف كان يفعل أول مSur ارفع صوتك حاج ارفعك أجواء 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 عشان الزوت ما تطير عليك يلا هذه هذا الكلمة الאש حلو. هاد الكلمة الاولى. حلو. ممتاز. ايوا الكلمة الثانية. الكلمة الثانية هو الشي. اللي قبلها. اللي قبلها. ايوا. حبيبي. ايوا. ايوا. ممتاز. الاخ ما الناس ما? محمد. محمد محمد الان بداي يتفعل. وانتم ساكتين. يلا. حلوية محمد. اللي بعدها. عين. ها. عين. هذا اسمه درون. دعان دعان دعان. هاي? غزال ممتاز. دعان دعان. ها? حلو. حلو غزال. طيب ما هو المثل الذي يرتبط بهذه الكلمة? في عين ام غزال. المشاهد الكرام. ها? القرد في عين ام غزال. ما شاء الله ما شاء الله. القرد في عين ام غزال. غزال اجابة صحيحة. يا سلام يا نبيل. بس انا لو سمحت. اه. لو سمحت نبيل. اه. في واحد من هذا الاخ اسمك. تمام. اديه جزء من المثل. غزال. انا ارى ان الاخ يعني هو يتقاسمه الجائزة نصتين. تمام. بس انا ارى يعني تعطوه هذا شيء معي. الامر امرك. الامر امرك يا خالد انا اضيف معك. اه شوف خمسة الف. والباقي تكتسم بينهم الاتمين. الله. 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 Won't do it. هذه خمسة الف. مبروك عليك الجائزة. الاخ. الاخ. نص المبلغ هذا Какому. اه نص المبلغ. خمسة وعشرين 13 ألف للأخ و 12 ألف للوالد نفسك طيبة يا أحد نفسك طيبة رضيت بل قسمة اسمعنا أهلا تحية بسم الله بسم الله على بركة الله بسم الله مبروك عليك الجائزة أعزائي المشاهدين كنا في فقرة تمثيل مثل أنا وأخي الحبيب اليوم متعب في تمثيل مثل أخي نبيل لا بالعكس بالعكس على جانة تعبالي ذكر خالد سننتقل إلى فقرة أخرى وهي بعنوان تابعونا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى فقرة بذرة خير وصلنا إلى هذا الحي الشعبي في منطقة رهان في مدينة حوف عند البيت الشعبي المتواضع هذا مع الأختان الكريمتان الأخت أم من؟ أم عبير وأم؟ نعم طيب يا أم عبير ويا أم ماهر بتشتغلوا المباخر هذه صح؟ نعم كم لكم بتشتغلوا فيها؟ سنين طويلة كم؟ كم؟ نقل حوالي كده ستة سنين سبعة سنة سبعة سنة سبعة سنة ما هو اللي يجبركم تشتغلوا هذا الشغل؟ كم تشتغلوا على أولادنا وعلى نفسنا ومصالح ذولي الشغلات يعني مصدر دخل وحيد هذا هذا المصدر الدخل الوحيد؟ مصدر الدخل الوحيد نعم فقط طيب طبعا نحن في برنامجنا نشجع الناس المكافحين اللي يعني ما يوقفوش ويستسلم للظروف الله هو الرزاق والإنسان اليمني المكافح في ظل الظروف الصعبة هذا يعني له أجر من الله عز وجل أجر كبير جدا لأنكم تشتغلوا على أولادكم وأسرتكم ما فيش عائل معاكم يعني ما فيش أحد رجال في البيت أنا ما عندي أحد رجال في البيت أنا ومي وبنتي بس فقط طيب طبعا كما سمعتم عزيزي المشاهدين الأختان مكافحات في ظل الظروف الصعبة هذا من أجل قمة العيشة الحلال لهم ولأولادهم وكم من يعني ناس بهذا الشكلية يعني بهذا الشكل أنهم يبحثوا عن رزقهم وما استسلمواش للظروف فأنا أحييكم ويزاكم الله خير واستمروا على ما أنتم عليه ونحن في فقرة بذرة خير وفي البرنامج نشجع مثل هذه الأشياء فنحن من البرنامج طبعا قدمنا بنقدم لكم أشياء عينية تساعدكم في قضية العمل من هذه الأشياء يا أخوات هنا موجود زينة ورنج كلها الأدوات هنا موجودة وبقية الأدوات ومعكم مبلغ مالي يعني الكل بحدود مئة ألف ريال مبلغ مالي لكم كي تستمروا ونرزاكم والله عز وجل تفضلوا هذا من البرنامج تشجع لكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين كل واحد تفقت جاره يتفقت جاره يتفقت جاره جارك فانتبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وصلنا إلى فقرة الميدان يا أحميدان وصلوا عن نبيل عدنان صلوا على رسول الله أعزائي المشاهدين وصلنا الآن إلى الفقرة الجولة الأولى عبارة أني هذا فريقك يا نبيل صح؟ أكيد في لعبة أولها اسمها بأمر الأمير استمعوا أوامري إذا ما استمعوهاش أنا ضروري أخرج من فريقه اثنين يبقى لنا التصفيات الثانية مرحلة الثانية اثنين تسمح لي أخي نبيل أصفي بينهم وأخرج لك اثنين أطلعهم جوت عوات أنت سوعية الخالة كلكم؟ خرجهم كلهم بسم الله جاهزين؟ لو ما أقول لكم بأمر القائد تقدم خطوة تقدم خطوة تتقدم أقول لك ارجع خطوة بدون ما أقول لك بأمر القائد وترجعته خسرة يلا استعداد بأمر القائد رفعتك فوق ننزل يدك وكلوا الله مع السلامة مع السلامة مع السلامة حسن جسوبة كان لكم يلا جاهزين يلا بسم الله الرحمن الرحيم بأمر القائد موتو بأمر القائد طيرو يا أخي ديني هولا بأمر القائد أرفع الرجل واحدة نزل ثنتين يا سلام يا سلام بأمر القائد رفع الفانيلة حقك بأمر القائد ألطم نفسك بأمر القائد عطس بأمر القائد خليك مخالك ثابت بأمر القائد أو بأمر القائد هذا 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 أو أقل يعني اثنين اثنين يلا بسم الله أعزائي مشاهدين وصلنا إلى مرحلة ثانية مرحلة تصفيات لعبة النحلة أو لسعة النحلة طبعاً إذا لسعتك تصريح يدك ارفع يدك هنا على مستوى راسي ما تنزلاش إذا نزلت ما تحاول استلحقني رخي الغتراء لا هكذا لا تنزل ارفعها على مستوى راسي جاهز؟ جاهز؟ جاهز نبدأ المخرج احسب لي 45 ثانية نبدأ بسم الله بهذه الصورة هاه 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 ههه هاه اشتركوا في القناة 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 روح الفرح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة